من هو الذي يسمح لنفسه لأن يكون يعني بصراحة يعطي لنفسه الحق لأن يكون وصي على غيره يعني على أي أساس أنت تكون وصي على غيرك يعني يعني على الأقل كان بلغ الشرطة لا حتى حتى يعني أوكي هو موضوع يقول لك الأخلاق شرطة الأخلاق يعني هم وضعوا نفسهم أوصياء على أخلاق الناس يعني بصراحة وقديش يا ممضوح هذه الحالة تتكرر بالعديد من الحالات يعني اليوم يمكن تجد رجل الدين ما لن نسمي رجل الدين يتصلب أيضا على مجموعة من الناس تجد تخصية مؤثرة ما في المجتمع تتصلب على المجتمع بشكل أو بآخر وتقول لهم هذا صح وهذا غلط وهذا واقع من خلال يعني من خلال أفكار هدامة أفكار غير موضوعية يحاولون من خلالها السيطرة يحاولون تقسيم المقصة متجزئة المجزة وجعل العديد من المجتمعات الموازية في وقت واحد فهذه الحالة يعني أنا برأيي هي فعليا هي مرآة لحالة موجودة بالمجتمع بشكل كبير يعني تقول أنه فعلا يوجد نوع من تسلط البعض على الآخرين من خلال أن يرى نفسه أنا أفضل من غيري فبالتالي أنا من حقي أن أحاسب غيري لا هنا يوجد دولة يوجد مؤسسات يوجد شرطة بشكل أو بآخر التفقنا اختلفنا معها هي المسؤولة عن أي شيء خاصة من أفضل الأخلاق من هو الذي يحدد الأخلاق يا سيدي الكريم من يحدد الأخلاق اليوم كل شخص مسؤول عن أخلاقه من خلال تربيته مجتمعه دينه وطنه السابق يعني هذا هو المسؤولة أما ليس من حق أحد أن يضع نفسه وصيا على الأخلاق أخر لا رجل دين ولا غيره ترجمة نانسي قنقر